اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وحيث طلع على تطورات العمل في عدد من الملفات من بينها استعدادات أجهزة الدولة لاستقبال عيد الأطحى المبارك وخلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين شدد الرئيس السيسي على أهمية تضغفر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية وضرورة إنهاء الحربي على القطاع استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافق له وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد استعراض آخر تطورات الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين حيث تم الاتفاق على تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة الحالية كما شهد اللقاء مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة وقد حرص السيد الرئيس في هذا الصدد على التجديد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع والمضي قدما في إنفاذ حل الدولتين ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي تقدير الإدارة الأمريكية للجهود المصرية المستمرة على المسارين السياسية والإنسانية وحرصها على الاستمرار في العمل وتنصيق المشترك بين الدولتين لاستعادة الأمن والسلم بالإقليم وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك تأكيد الجانبين لمتانة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية وحرص البلدين على استمرار تنصيق المشترك في مختلف الموضوعات والقضايا كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حيث اطلع السيد الرئيس على تطورات العمل في عدد من الملفات من بينها استعدادات أجهزة الدولة لاستقبال عيد الأطحى المبارك وكذا الترتيبات الجارية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين ترجمة نانسي قنقر